نظام إلينا من كابل مرسل غد عبدالله نادر إذن عبدالله الحديث عن فوضى بمطار كابل مع وقف للرحلات التجارية ما هي التفاصيل؟ نعم بحسب المصادر المحلية هنا اقتحم أو هاجم مواطنون المطار الدولي في كابل منذ أمس وذلك جراء شائعة انتشرت هنا انتشار النار في الهشيم ما مفادها بأن طائرات أمريكية وكندية وصلت إلى المطار وذلك بنية نقل المواطنين دون استثناء إلى الدول الأوروبية والدول الغربية فهؤلاء المواطنون هاجموا على مطار وعلموا صباح اليوم بأن هذا الخبر كان شائعة ولم تكن لهذا النبأ حقيقة وبالتالي رجع أكثرهم ويرجع الباقون إلى منازلهم والرحلات من وإلى المطار في كابل ممنوعة لحد الساعة فيما الوضع في العاصمة كابل هادئ ويسيطر السكون على العاصمة فيما لا يلاحظ ازدحام في الشوارع وكذلك في الأسواق وكذلك التجوب دوريات لعناصر الطالبان في شوارع المدينة يبدو أن الحركة استولت على جميع ضواحي وأطراف المدينة وللتو خرج في فيديو رسالة موجهة مخاطباً الشعب الأفغاني المهندس قلب الدين الذي هو عضو في لجنة تنسيق العملية الانتقالية يخاطب الشعب الأفغاني وخاصة أهالي كابل بأن يلتزموا الصمت والهدوء وأن يبقوا في منازلهم ونعت قرار طالبان بعدم دخول العاصمة بأن هذا القرار كان قراراً عادلاً فيما أعلن الملة عبد الحميد حماسي وهو قائد ميداني تابع للحركة وهو مخول بتأمين كابل الذي دخل أمس قصر الرئاسة أعلن بأن أي واحد أو أي أحد يتعرض لأذى فليتصل برقمه ورقم جواله منتشر في سوشال ميليا فيما دعا علماء دين أفغان الشعب الأفغانية إلى التضرع إلى الله واسترحام الرب أن تمر عليهم هل تسريبات بشأن الطريقة أو كيف ترتب طالبان لتوليها السلطة كما قلت تم تشكيل لجنة تنسيق العملية الانتقالية ويبدو أن هذه اللجنة الآن بدأت بأخذ إجراءات حيال العملية الانتقالية وهذه اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص سياسية بارزة في المجتمع الأفغاني وهو حامد كرزي الرئيس السابق وله كذلك روابط وعلاقات جيدة مع طالبان وكان يسمي طالبان منذ توليه السلطة عام 2001 إخوة هذا عضو في لجنة التنسيق وكذلك رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية الدكتور عبدالله عبدالله هو كذلك عضو في هذه اللجنة والمهندس قلبودين حكمتيار الذي ناوى القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية السابقة مدة طويلة ثم انضم إلى الحكومة الأفغانية وبقي منعزلا عنها وعن سياساتها وعن دوائرها الإدارية هؤلاء الثلاثة سيتخذون إجراءات في الأيام القليلة المقبلة لانتقال السلطة من الطرف الأفغاني إلى الطرف الطالباني يبدو أن المسؤولين الأفغان بما فيهم ووزير الدفاع الأفغاني ووزير الداخلية الأفغانية كذلك يستعدون لهذه المهمة مهمة عملية الانتقال السلمي في جو آمن وفي جو سلمي للغاية نعم من كابل مرسل غد عبدالله نادر شكرا جزيلا لك